اشتركوا في القناة تحدثنا حول بلوكاك الحضنة وقد تعرفنا في ذلك الفيديو عن البلوكاك وما هو البلوكاك وما تعني بلوكاك وتحدثنا في الفيديو نفسه كيف نستطيع أن نستخدم هذا البلوكاك ونوجهه في منحنة آخر وهو منحنة تقييش النحل والاستفادة من هذا التقييش في زيادة انتاج العسل أو زيادة الانتاج في الموسم القادم كان هناك بعض الأسئلة لبعض الإخوة النحالين في التعليقات وفي كثير من المنتديات والجروبات اليمنية والعربية يتساءل حول كلمة دقيقة ومهمة يقول فيها السائل كيف أو نريد أن نفهم معنى كم كما ووقتا أو وزمنا كيف نضبط التغذية في تقييش النحل كما وزمنا سنتطرق في هذا الفيديو عن هذه الخاصية بالزبط كيف نضبط أو كيف نضبط التغذية كما وزمنا محاضرة للأستاذ الفاضل أبو مازن الأهنومي تكملة للدرس السابق تكونوا معنا مليح مليح وقمعا مليحة طيب بعض الناس ما استوعبش هذا لا 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 هذا أجبنا عليه أثناء المحاضرة طبعا هو جواب مقتضب وممكن نفصلها الآن لأنه جاء تفسير من جاء استفسار من كثير من اللقاء حتى ناس استمعوا إلى الفيديو في اليوتيوب ودخلوا يسألوا في الخاص عن ماذا نقصص بتقليل التغذية زمنا لأنه معروف مكمن غذي بعشر لتر غذي بخمسة لتر غذي بثنين لتر هكذا تنقص الكمية لكن استشكلوا مسألة كمن مسألة كمن تقلل زمن زمن التغذية يعني إذا كنت تغذي خارجي وكنت تغذي ساعتين ممكن تغذي ساعة ما يكفي ساعة طبع فقط ما يكفي ساعة من التغذية وبذلك تكون قد قللتها كمن وزمنا في نفس الوقت لأنك إذا كنت بتغذي عشر لتر ويبقى على هالنحل ساعتين مثلا غذي خمسة لتر لكي يبقى على هالنحل ساعة واحدة هذا بالنسبة للتغذية الخارجية طبعا هو سأل أيضا واحد هنا في المجموعة يمكن ربما هو أنت وأنا أجبت قلت لها بهذا الجواب اليوم أزيد أقول له إذا كان تغذية داخلية إذا كان تغذية داخلية أو خارجية كيف نقلل التغذية زمنا نقللها بطريقة أخرى كيف ندي نفس الكمية لكن بزمن متباعد يعني مثلا أنا أغذي يوميا عشر لتر ووجدت إنه فيه التخزين شديد للتغذية واحتمال البلوكاج بلوكاج الحظن وارد بقوة إيش أسوي أنا بنغذي عشر لتر ويكفي النحل ساعتين وبنشوفه ساعتين بدل ما أقلل زمن في نفس اليوم لا أباعد التغذية يعني مثلا أغذي بنفس العشر لتر لكن كل ثاني يوم يعني اليوم أغذي بكرا ما أغذيش هنا أقللتها زمنا اليوم أغذي وبعد يومين أغذي يعني كل يومين كل ثلاثة أيام كل أربع أيام أغللها بنفس الكمية زمنا يعني إذا أردت أن أغلل الكمية زمنا وقتا وزمنا مع بعض خلاص ممكن يعني كما وزمنا مع بعض ممكن إذا كنت أغذي بخمسة لتر وما بعشر لتر وكانت تستمر يستمر على هالنحل ساعتين ورأي التخزين آآ خلاص أفعل خمسة لتر ويكفيها ساعة هنا خففت أو قللت الكمية والزمن مع بعض في الطريقة الثانية إني أغذي بنفس الكمية لكن أطول المدة ما أغذيش يوميا بعشر لتر لا أغذي عشر لتر وغدوة ما أغذيش بعد بكرة أغذي أو مثلا أغذي بعشر لتر اليوم وبعد يومين أغذي ها يعني أطول المدة زمنية التي أغذي فيها عندها ما يجي النحل حتى وإن كان خزن شيء بسيط بعد يومين أجي وقد آآ استهلك التغذية الأولة تماما وبهذا أكون نحال مسيطر وعلى على التغذية بشكل متوازن وأيضا وفرت وفرت في جيبي مش التغذية مش من أجل التغذية فقط التغذية اللي يجب أن تكون لهدف مقصود وليس من أجل إني أخسر سكر وخلاص أطرح لي عامل وأقول له حط آآ غذي وأحوس حوس لك شوية سكر ويلا وناولا كل يوم أشرب أشرب لا لا مش هكذا آآ التغذية تكون بعقل ولهدف هذا طبعا نوضحت للأخوة اللي تسألوه الخاص من خارج المجموعة هم بس قلت نوضح نزيد للأخوة اللي في المجموعة إذا كنت تغذي خارجيا ممكن تقلل كمية التغذية ومن أجل يقلل معها الوقت ستكون قللت زمنا ووقتا كمنا وزمنا إذا كنت أيضا بتغذي داخلي آآ أو خارجي ممكن تباعد بين زمن التغذية يعني تغذي كل يوم بدل ما تغذي كل يوم غذي كل ثاني يوم بدل ما تغذي كل يوم غذي كل ثالث يوم مثلا وهكذا تغذي كل ثاني يوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر